بعد سنوات من إحكام أبوظبي سيطرتها على جزيرة سقطرة انتفض أبناء الجزيرة وكسروا حاجز الصمت من خلال إشهار لجنة الاعتصام السلمي لرفض التواجد الأجنبي في الأرخبيل رفض التواجد الأجنبي ومقاومة الاحتلال وتبني قضايا أبناء الجزيرة كان الشعار الأبرز للجنة الاعتصام السلمي لأبناء سقطرة إلا أن خطوة الإشهار جاءت بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الجزيرة في ظل استمرار أبوظبي والميليشيا التابعة لها في انتهاك الحقوق والحريات وسلب ثروات الأرخبيل كما أن هذا التحرك يعد هو الأول من نوعه بعد أشهر من الانقلاب وتدفق الأسلحة والأجانب إلى الجزيرة في خطوة انتظرها أبناء الأرخبيل طويلا للنضال والدفاع عن جزيرتهم من الأطماع الإماراتية مرحلة جديدة من النضال السلمي إذن يطلقها أبناء الأرخبيل بعد أن تمادت ميليشيا الانتقال والقيادات التابعة لها في انتهاك الحقوق والحريات ونهب مقدرات الدولة وترد الأوضاع يوما بعد آخر وأمام هذا التحرك الشعبي الجديد في سقطرة يبدو الرهان على الأحرار من أبناء الأرخبيل هو الطريق الوحيد للخلاص من الهيمنة الإماراتية والميليشيات التابعة لها في ظل عجز الحكومة الشرعية وتواطئ القوات السعودية ترجمة نانسي قنقر